أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على سفينة أجنبية رست قبالة شواطئ حيفا في عقاب تعامله مع حدث وصفه بالفريد وفي بيان الله أوضحت القوات الإسرائيلية أنها طلاقت نداء من سفيرة تجارية أجنبية أبحرت من تركيا بعد أن أضرمت فيها النيران من قبل مجهولين صعدوا على متنها كما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبضة على راكب قالت إنه كان متخفيا وسط تكهنات بأن خلفية الحادثة برمتها جنائية